فيما يتعلق بالإصلاح الجوهري الذي تحمله الحكومة للارتقاء بمهنة الطب ببلادنا قصد تعزيز العرض الطبي بما يكفل المساواة في الولوج للخدمات الصحية لعموم المواطنات والمواطنين فقد قدم الوزراء الحاضرون بمناسبة هذا اللقاء تفاصيل الإصلاح البداغوجي لسلك التكوين في كلية الطب والصيدلة بما يضمن جودة التكوين الطبي كما قدموا خطة الحكومة لتجويد مصاري التكوين وحدف الوقت الميت لفطرة التكوين الطبي إضافة إلى مختلف الإجراءات التي تم اعتمادها للاستجابة لمختلف مطالب الطلبة كما أنصت السادة الوزراء للملتمسات التي تقدم بها ممتل الطلبة ومقترحاتهم من أجل تجاوز بعض الإكرهات التي يعرفها التكوين الطبي وتفاعل بإيجابية مع مجموعة مهمة منها تفعيل هيكلة جديدة للنظام التكويني في الطب ابتداء من السنة الجامعية المقبلة 2020-2025 والتي ستهم الفوج الجديد للطلب الملتحقين بكليات الطب والصيدلة ابتداء من شتنبر من خلال اعتماد دفتر دوابط بضغوجية وطنية جديدة لديبلوم دكتور في الطب ونشره بقرار وزاري وذلك في إطار مدة التكوين لست سنوات قصد الحصول على ديبلوم دكتور في الطب مع الحفاظ على القيمة الأكاديمية والقانونية للديبلوم يشمل نظام التكوين الجديد إدراج وحدات لتمكين الطلبة من كفاءات ومهارات في مجالات الرقمنة والدكاء الاصطناعي والطب عن بعد والتأهيل في طب الأسرة والمحاكاة ومهارات حياتية وداتية ولغات أجنبية تتماشى مع تطورات الممارسة الطبية عالميا كما يعتمد هذا النظام الجديد على أنماط بضغوجية جديدة ومبتكرة تضم التعليم عن بعد كنمط مكمل للتعليم الحضوري ترجمة نانسي قنقر